موسيقى ان في بعض الصفحات طبعا هدفها هدفها ان تعمل مش عايزة اقول شعلالة بقى وان انت تبقى يعني في موقف سلبي تجاه مجلس الادارة تجاه المسؤولين عن الكورة لا هي اصدها كده فعلا هو ده المقصود فعلا هي مش عايزة تركز الملعب ابتاخدك في حتة تانية برده الملعب عشان تنسق وراها وللأسف في القلة من بعض الجماهير انسقط ورا الكلام ده خلينا ابتدي بالمدير الفني اللي هم هشككه من البداية في امكانياته وقال لك لا ده ما يمشيش مع النادي الاهلي مناشي من وجهة نظري نتمناله التوفيق في الاول نتمناله التوفيق في هممته لكن هو اول مرة يشتغل في المنطقة العربية نتمناله التوفيق فيها ان شاء الله واضح ان الرجل بيشتغل باخلاص واضح ان الرجل في الفترة اللي فاتت لو حضراتكم كنتم تابعين قافل على نفسه كويس قافل على فرقته كويس بيتدخل في كل كبيرة وصغيرة وده عادي لمدير فني جاي عايز يعمل حاجة بيركز من البداية مصمم ان هي تبقى سنة ان شاء الله باذن الله رب العالمين في بداياته تكون سنة كويسة جدا مليئة بالبطولات لا هو البداية كويسة قافل على الفرقة رفض يزيع الماتشات ان احنا كلنا كنا مشتقين ان احنا نشوف فرقتنا ولكن هو عمل حاجة كويسة جدا انا معاه فيها ان هو قافل على فرقته كويس قوي مركز بيشتغل في صمت ليه الملعب وبس هو ده اللي عايز ينجح نتمنى له التوفيق مجلس الادارة لما بيجيب مدير فني وبيوفر له كل سبل النجاح كل سبل النجاح بس ما عوش العصر الصحرية ان هو ضامن ان الراجل ده ينجح ولا ما ينجحش ولكن عشان كده انا بقول ايه بنتمنى له التوفيق الراجل بيعمل شغل كويس الراجل بيعمل شغل كويس ان شاء الله ان شاء الله التوفيق كمان يبقى ملازمه هو واللعيب الفترة اللي جاية وبإذن الله نرجع تاني لمنصات البطولات مرة اخرى الراجل شغل حد دلوقتي لقى استحسان الجميع مدرب عنده خبرات والاهم من الخبرات عنده طموح كبير وعنده شخصية قوية وده اللي يهمني جدا 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 الفترة دي ان شاء الله هيكون رهان ناجح بإذن الله ان شاء الله يفرح جماهير الاهلي الكنز بتاعنا في كل مكان خاصة ان السنة دي بقى لازم يكون في حالة استفاقة للعبين استفاقة للعبين من ضمن مميزات الفترة اللي فاتت ان اللاعبين اللي استهلكوا اخر موسمين ثلاثة رياحوا رياحوا فترة مش وحشة رياحوا فترة كويسة بسبب طبعا ضغط البطولات والمباريات وتضاروا في معيد دولية يعني امور كانت صعبة عليهم ولكن كان فعلا قرار الصائب بإراحة اللاعبين الكبار اللي عنهم الإجهاد بالهم سنتين ثلاثة عشان الموسم الجديد زي الشنوي والسلية والشحات وطهر محمد طهر ومحمد مجدي أفشا وحمدي فتحي ومحمد شري كل دول كانوا عايزين راح دي من ضمن الإيجابيات تحت الفترة اللي فات كمان انا شايف ان الراجل عمل فترة اعداد جيدة برضو من ضمن الحاجات اللي تقالت انتو مش كنتوا عالين راحين مسافرين برا وحترجعوا مش عارف بعدد ايه وحتعملوا ماتشاة معامين الكلام ده كله اللي بيتقال عشان يشككنا ويخلينا نقلب على المسؤولين عن الكرة وعلى مجلس إدارات فترة الاعداد اتعاملت فترة اعداد جيدة ما كانش فيه وقت ان الفترة تتعامل برا فالراجل فضل ان فترة الاعداد تتعامل جوه كان تقريبا تقريبا الفترة دي اكتملت معظم العناصر عودة المصابين او عودة معظم المصابين اللي بقى هتلاقي مثلا عمار فرسيتاو هم اللي يعني ناصلهم ان شاء الله حاجة بسيطة ويرجعهم مرة اخرى اكرم دي جعب السلامة واحتمال نشوفه النهاردة ولكن النهاردة ان شاء الله بعد الرحات دي وبعد فترات الاعداد دي وبعد المبارات اللي وديها لتعاملت ان شاء الله ان شاء الله يرجع لعيبة النادي الاهلي ونشوف مستوهم الحقيقي مستوهم اللي عارفينه المستوى بتاع القضية ممكن المستوى بتاع الفوز بالنجمة التسعة والعشرة وده امر طبيعي لان النادي الاهلي دايما ما بيبصش ما بيبصش تحت رجله بيبصه لقدامه ممكن تحصل عثرات ممكن تحصل عثرات ولكن بناخد منها الامور اللي تفيدنا الفترة اللي جاي الفترة اللي فاتت ما كانش كلها سلبية يمكن احنا كلنا زعلانين علشان بطولة الدوري اللي ضعت مننا اخر موسمين ولكن ما تنسوش ان نفس اللعيبة دي في الاجواء الطبيعية لحد فبراير اللي فات كانوا تالت عالم نفس اللعيبة دي وانا بقول نفس اللعيبة دي ليه برضو علشان نفس الصفحات اللي هي بتاعة اللي جان اللي احنا عارفينها كلها اللي هي عايزة تشكك في المسؤولين بتاعة النادي الاهلي ومجلس جزارة النادي الاهلي قاعدت تتكلم على قاعدت تتكلم طبعا هم لا ينتموا للنادي الاهلي خالص وإحنا عارفين هم عايزين ايه بس مش عنديهم الفرصة لان الكنز بتاع النادي الاهلي اللي هو جمهور النادي الاهلي ورا مجلس ادارته ورا رئيس مجلس ادارته ورا مسؤولين عن الكورة وورا فرقة الكورة فإحنا كنادي اهلي عارفين الاغراض بتاعة الناس دي عارفين هم عايزين ياخدونا في حتة بعيدة جدا برا الملعب عايزين نبقى موقفنا سلبي بالنسبة لفريقنا النادي الاهلي لمجلس ادارتنا للكابتن محمود الخاطي برايس مجلس ادارة ولكن مش هينجاحوا في كده مش هينجاحوا في كده لان طول عمر كنز النادي الاهلي اللي هو جمهوره ورا النادي الاهلي في الحلوة والمرة ممكن نختلف مع بعض عادي احنا ممكن نختلف بس احنا شايفين مثلا مجلس ادارة ليه رؤية او المسؤولين عن الكورة ليهم رؤية احنا لينا رؤية تانية ولكن في النهاية في النهاية للصالح العام هو تفتكروا حضراتكم ان مجلس الادارة او المسؤولين عن الكورة عايزين فشل مش عايزين فشل اكيد بس هما ليهم رؤية المدير الفني ليه رؤية هما برضو زي ما شككونا في المدير الفني اول مجيه وشككونا في فترة الاعداد وبعدين شككونا في المشيات الودية وبعدين قاعدوا يتكلموا على الصفقات اللي جات الصفقات اللي جات النادي الاهلي عمل صفقات محدودة ولكن حتى ميستر كولر لما كان بيتكلم هو قال بالزبط كده او بالنص احتياجاتي احتياجاتي على قد اللي انا عايزه وبالتالي الراجل راح جايب تلات لعيبة بلجنة التخطيط مع مجموعة من الناشئين جات ليها مستقبل كبير ان شاء الله ولكن على قد احتياجاتك انت بتتصرف مش بيبصوا انا اقول لحضراتكم مش بالكم هي مش بالكم انا كنت اعرف فرقة كان المسؤول بتاعها او المسؤول عنها بيجيب كل سنة بالسبع والثمن والتسع لعيبة بالسبع والثمن والتسع لعيبة ويتعمل لهم مؤتمر كبير جدا 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 وفي الاخر مفيش بطولات فاحنا مش بالكم ولكن باللي انت محتاجه انت محتاج الفترة دي اتنين تلاتة اربعة بعض المراكز دي رؤية مدير فن ومعاه لجنة تخطيط معاه مسؤولين عن الكرة معاه مجلس ادارة مسؤول فنسيب لهم الجزء ده هم برضو نفس اللي جاند دي اللي اتكلمت على المدير الفن اتكلمت على فترة الاعداد واتكلمت على المباريات واتكلمت على التدعيمات برضو قعدوا يتكلم مش لقيين حاجة بقى مش لقيين حاجة بيتكلموا على فانلة النادي الاهلي فانلة النادي الاهلي اللي بيلبس النادي الاهلي شركة عالمية معروفة على مستوى العالم بتلبس اعظم الفرق في العالم اعظم الفرق في العالم اسم النادي الاهلي لوحده يدي ايمال اي فانلة فمش محتاج ان انت تحط كذا وتحط كذا وتحط كذا دي معروفة للجميع معروفة للجميع ولكن اسم النادي الأهلي الوحده يزيد قيمة الفانيلا يزيد من عظمتها هو اللي بيدي القيمة والعظمة لأي فانيلا بيلبسها فالموضوع ده يعني مش عايزين نتكلم فيه كتير زي ما قلنا حضراتكم أنا بشجع كيان بشجع كيان آه الكيان بيلبس الفانيلا الحامرة إنما الكيان ده هو اللي بيدي القيمة للفانيلا الحامرة الفترة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله تكون كلها إيجابيات